نتابع في الأخبار المحلية حيث أحال مدير مستشفى الزرقاء الحكومية دكتور محمود زريقات 64 شخصا إلى المدعي العامة بسبب التدخين داخل أروقة المستشفى وذلك حسب قانون الصحة العامة الجديد وأكد زريقات أن الأشخاص المحالين إلى المدعي العامة هم أطباء وممرضون وعاملون ومراجعون في المستشفى جميعهم خالفوا قانون الصحة العامة بالتدخين داخل المؤسسات الحكومية وبيّن زريقات أنه تم تشكيل لجنة لضبط المخالفين والمدخنين داخل المستشفى وبمرافقة الضابطة العدلية ولد في أول دفعة من 14 مخالف كان منهم أول 6 أطباء ومن ثم تسلسلنا في المراقبة الشديدة في لجنة تراقب كل حركات في كاميرات عنا تراقب كل مرافق المستشفى وكل محل ويقوم فريق بمقابلة الزوار حين دخولهم أنه انتبهوا عدم مخالفة قانون الصحة العامة وتعليمات وقت الزيارة محددة في هذا المستشفى فالتطبيق الحمد لله ماشي الرقم وصل لغاية 63 اليوم كان مبارح آخر مخالفة رقم 64 تحقيق مخالفة رقم